كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأهمش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياضة بهدفي تعزيز التعاون المشترك بين شاهد والمملكة العربية السعودية نبقى دائما زميل الحبيب حامد محمد تأتي هذه المقابلة التي جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وسمو الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي وولي ولي الأحد السعودية ونائب الثاني لمجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية عقب اختتام عمال القمة الإسلامية الأمريكية والتي احتدنتها العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأحد وتعتبر هذه المقابلة الثالثة على التوالي منذ العام الماضي المقابلة سمحت لولي ولي الأحد السعودية بأن يتناول مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أهم ما طرح من ملفات حول القمة الإسلامية والتي وضعت خارطة طريق طويلة المدى للدول المشاركة من أجل إيجاد حلول نهائية لمشكلة الإرهاب الذي غيم على العالم بسبب ظهور أيديولوجية الإسلاموفوبيا والتي تشويه صورة الإسلام وخلال المقابلة أكد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي بأن بلاده تثمن الجهود المبزولة من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في حربه ضد الإرهاب وخاصة دحر الإرهابيين من جماعة شبوكو حرام وأنهم يتقاسمون مع شات نفس المبادئ والقيم التي تنادي بالدين الإسلامي الحنيف وأن بلاده ستقف مع شات في حربها الضروس ضد الطرطرف والإرهاب المقابلة استمرت لأكثر من ساعة طرحت أيضا مستقبل علاقات التعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية والبلاد والمجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية ومجالات أخرى أمنية تخص الدولتين الشقيقتين حضر المقابلة وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي السيد حسين إبراهيم طاحا والوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلب بالدفاع الوطني الجنرال بشار عيسى جاد الله ومدير مكتب المدالين فخامة رئيس الجمهورية محمد حسين ومدير المكتب العسكرية الجنرال محمد روزي وسفير الفلاد لدى المملكة العربية السعودية عثمان مطر بريمة وعدد من المستشارين الذين رافقوا فخامته في هذه الزيارة